بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرد على الآباء والأمهات حسن تربية البنين والبنات وجعل الأولاد والأخفاد والزوجات والإخوة الثخار والأخوات أمانة في يد الخائمين عليهم من جملة الآمانات يسألون عنهم يوم الدين كما يسألون عن سائر الواجبات نحمده ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيعباد الله من رزق المال والولد فقد رزق خيرًا عظيمًا ومن شكر الله على نعمته زاده منها وكان الله شاكرًا عليمًا فقد خال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارًا يرسل السماء عليكم مدرارًا ويمددكم بأموالٍ وبنين ويجعل لكم جناتٍ ويجعل لكم أنهارًا ما لكم لا ترجون لله وخارًا وخد خلقكم أطوارًا ومن وخار الله تعالى القيام بحقوق هذه النعمة لأنه عن ذلك يكون مسؤولًا صحى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خال الرجل راعٍ في أهله ومسؤولٌ عن راعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولةٌ عن راعيتها وخال صلى الله عليه وسلم إن الله سائلٌ كل راعٍ عمسترها حفظًا أم ديعا حتى يسأل الرجل عن أهل البيت أخي المسلم فعلم أن للأولاد حقوقًا على والديهم يجب عليهم أداؤها وآدابًا يلزمهم القيام بها فالأول من ذلك تعليمهم الحقيدة الصحيحة حقيدة الصلاة في الصالح أهل السنة والجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم ما من مولودٍ إلا يولد على الفطرة فأبواه يهويدانه أو ينصرانه أو يمجسانه أساني أمرهم بالمعروف وهملهم على الخير والتاعة لله والرسول ونهيهم عن المنكر وتجنيبهم الكفر والمعاسي لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خو أنفسكم وأهلكم نارا ولقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أمناء سبع واضربوهم عليها وهم أمناء عشر وفرقوا بينهم في المداجع الثالث حسن تربيتهم بتعليم مستدخ والأخلاق الجميلة لقوله صلى الله عليه وسلم لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بساعة ولقوله صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحلة أفضل من أدب حسن ولقوله علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم الرابع وجوهن فخط على الأولاد لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكشوتهن بالمعروف ولخوله صلى الله عليه وسلم من عال ثلاثة بنات فأدبهن وزوجهن وأصن إليهن فله الجنة أقول خولي هذا وأستغفر الأهلي ولكم ورسائل المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو العفر الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى خير الزاد أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا محشر المسلمين يعدلوا وسعوا بين الأولاد من بنينا وبنات في العطاء والهبات والمحبة ونحو ذلك من أنواه المفادلة بينهم لما في سيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخال إني نهلت مني هذا أي أعطيته غلامًا كان لي حسنٍ كعبد الله وعبد الرحمن عن نافياً عن ابن عمر خال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخبأ أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ويستحب أيضًا تسميته باسم الأنبياء عن نسمني مالك رضي الله عنه وخال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد للليلة غلامٌّ فَاسمَّيْتُهُ بِاسْمِ أبِي إِبْرَاهِيمِ كما أنه يُسْتَحَبُّ تَصْمِيتُهُ في الام السابع ولا بأس بتسميته في يوم ولادته للعديث السابق عباد الله فعلى الآباء مراعة توجيه أبنائهم في الواجبات الدينية وغيرها من فدائل السريعة المستهبة فبذلك يبدأ الرجل بتربية أبنائه على الأهم فالمهم فيبدأ بتربية محلى الهقيدات الصحيحة الخالية من الشرك والبداع ثم يعلمهم ويربيهم على الأقلاق والأعداب الحميدة قال الله تعالى وإذ خال لقمان لمنه وهو يعيذه يا أبني لا تشرك بالله إن الشرك لذل منعظيم إخوة الإيمان ينبغي على كل أب وأم أن يعلموا أبنائهم وبناتهم على الخلق الحميدة والأعداب الرفيعة سواء في أدبهم مع الله أو نبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أدبهم مع أخرانهم وأمتهم ومع كل من يعرفون ممن لهم عليه هق حباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذو الخرباء وينهى عن الفعشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق ترجمة نانسي قنقر